موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة والتي سنتناول فيها في هذا الجزء الأول الحديث عن الهيئة العامة لسياغة الدستور وما وصلت إليه خصوصا في ظل البيان الذي تلاهوا البعض من أعضاء الهيئة اليوم ويعلقون فيه عضويتهم ومشاركتهم في الهيئة بسبب احتكار رئاس الهيئة للقرار داخل الهيئة سيكون معي هنا ضيفا في الستوديو دكتور صلاح أبو خزام أهلا بك دكتور صلاح وهو عضو في الهيئة أهلا بك مرحبا بك كذلك سيكون معي عبر الهاتف الدكتور اعتماد المسلاتي وأيضا دكتور منصور ضو وهم أعضاء في هيئة صياغة الدستور ولكن بداية نذهب لنشاهد هذا التقرير ثم نأت استفاق الليبيون الأربعاء على خبر مفاده اختطاف عضو مجلس النواب عن مدينة مصراطة محمد الرعيذ اختلفت الروايات ولم تتبنى أي جهة عملية الاختطاف بل التزم الخاطفون بالصمت ربما لارتباك ألم بهم بعد فعلتهم أو ربما لابتزاز من يهمه الأمر محاولات الوصول إلى الرجل آتت أكلها وأزحت الشكوك حول الجهة الخاطفة وكيفية خطفه فمن خلال مكالمة هاتفية بينا الرعيذ ملامح الحادثة وكيفيتها وأكد أنه محتجز لدى عائلة في تبرق لديها محتجزين في أحد سجون مدينة مصراطة يطالبون بإطلاق سراحهم لحظات بعد تداول الخبر يخرج مدير إدارة الأعلام بديوان مجلس النواب عبدالله بليحق وينفي خبر الاختطاف ويقول أن الحادثة لتتجاوز تصرفا فرديا لشباب لديهم رسالة مطالبة بالإفراج عن سجناء لهم في مصرطة ويعد عضو مجلس النواب محمد الرعيذ أحد الشخصيات المشاركة في جوالات الحوار السياسي منذ انطلاقه وهو أحد النواب المقاطعين الذين حضروا جلستي الاثنين والثلاثان الماضيين وأدى خلالها اليمينة الدستورية للمرة الأولى عقد أعضاء من الهيئة التأسيسية لسياغة الدستور مؤتمرا صحفيا تحدث فيه بعض أعضائه عن عقدهم لهذا المؤتمر والأسباب التي ذعتهم لذلك يأتي هذا المؤتمر الصحفي بقصد الخروج ببيان من بعض أعضاء الهيئة التأسية للشعب الليبي المقصود به هو بيان ما تمر به لهيئة من صعوبات فيما يتعلق بإنجاز المهمتها التي وكلها لها الشعب الليبي من حيث إنجاز دستور دائما للبلاد صراحة أن الهيئة تعاني كثير من المختنقات وكثير من التجادبات هناك ربما بعض التحالفات التي أصبح التنح ومنح الجهوية والإقليمية ربما لا تتكلم عن أموم البلاد ربما أصبح حتى تشكيك حقها في وحدة ليبيا والاعتراض حتى على كلمة ليبيا أن تكون دولة موحدة تقسيم ليبيا إلى ثلاث عواصل تقسيم ليبيا إلى ثلاث أقليم يعني توزيع الحصص إهدار مبدأ المواطنة وتكافل الفرص هذه كلها ربما مشاكل تعاني من الهيئة التأسية حاولنا مثل ما جاء في البيان بأن ربما أن نتدارك هذه المواضيع وفي سؤال لليبيا بن راما عن القرارات الصادرة عن الهيئة والخاصة بقرار الانتخابات المباشرة والرئاسية نفى عضو الهيئة أن تكون الهيئة قد أصدرت قرارات بذلك المتحدثون من الأعضاء أعلنوا مقاطعتهم لجلسات وأعمال الهيئة وعدم الاعتراف بأي مخرج أو مسودة تخرج عن جميع الأعضاء هم معنيون بليبيا ككل ولكن للأسف هناك البعض يتحدث عن منطقته وكأنها دولة ويتحدثون عن حقوق المناطق يتحدثون عن حقوق الليبيين ككل وبناء دولة واحدة مؤسسة على حقوق المواطنة وعندما رأينا هذه التحالفات وهناك خطورة لظهور مسودة يعني تبني دولة هشة لليبيا رفضنا ذلك وعملنا هذا البيان وبعد أن تكشفت بعض الحقائق كما وضحها الأعضاء يتساءل البعض هل بإمكان الهيئة العمل في مثل هذه الأوضاع خاصة وأن هناك توجها يحاول فرض المناطقية أساسا لسياغة الدستور وإصرارا على تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقليم وثلاث عواصم إذن جد الكبير جدا يدور حول هيئة صياغة الدستور وما تعاني حتى هذه اللحظة لم تتضح خارطة العمل بالنسبة إليه نضم لي هنا في الستوديو دكتورة اعتماد المسئلات وهي أيضا عضو في هيئة صياغة الدستور أهلا بك دكتورة اعتماد أهلا وسهلا نوضي مشاهدينك الكرام نعم أبدأ معك دكتورة صلاح إذن علقتم ومشاركتكم في هيئة صياغة الدستور لماذا الآن خصوصا أنكم أكدتم أن الهيئة كانت تسير بشكل غير صحيح منذ فترة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا مانيش دكتور التنبيه الأول الحقيقة سؤال يضرح عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعند قيامنا بالمؤتمر الصحفي من قبل الصحفيين لماذا الآن؟ الحقيقة كانت تحركاتنا منذ فترة ضويلة وكنا نجتمع نشوعة من الأعضاء ولكن كان السادة الأعضاء يصرون على أن شيئا فشيئا حتى يتم تصفح مسار الهيئة لكن أنا لعلمي لأني أعرف رئاسة هذه الهيئة وأعرف ما يحصل داخل هذه الهيئة من عرق للدستور ومن سيطرة الرئاسة على عقول بعض مجموعة كبيرة من الأعضاء داخل هذه الهيئة الحقيقة اتخذت موقف فردي وصرحت عبر صفحتي الشخصية على فيسبوك منذ شهر مايو 2015 أو قبله بأن نشدت الإعلاميين نشدت الشعب الليبي الليبيين والليبيات بأن يضغطوا على هذه الهيئة على أعضائهم على أعضاء مناطقهم خرجت في قنوات الإعلام وتكلمت وقلت لن يخرج هذا الدستور ماذا ما سيد علي الترهوني رئيسا لهذه الهيئة ولكن أخيرا قررنا أن نقاطح هذه الهيئة حتى يتم تصحيح مسارها نعم أذهب أذهب للدكتورة اعتماد إذن هناك تركيز ملحوظ على رئاسة الهيئة وخصوصا في شخص رئيس الهيئة هو الدكتور علي الترهوني لماذا هذا كل التركيز وهل فعلا الدكتور علي الترهوني هو المعرق الأساسي هل يمكن أن يقوم بعرقلة عام الهيئة تتكوم 58 عضو واحدة بدون مجموعة من العضاء الأخرين سيد الفاضل طبعا أود أن أقول لك بأن السيد علي الترهوني نجح في كثير من الأشياء نجح في استمالة أعضاء نجح في شق الصف بين الأعضاء نجح في كثير من الأشياء التي نحن كنا نرفضها ولكن كنا نحاول أن ننمشتات هذه الهيئة وحاولنا كثيرا أن نصحح مسار هذه الهيئة حاولنا برفع التقى عن رئاسة الهيئة ولكن أدت دون جدوى حيث ذهب إليهم في بيوتهم واستجداهم فما وجدنا إلا 14 نفرا هم الذين يرفعون التقى عن رئاسة الهيئة ثم وجدنا كثير من المرسلات التي تأتينا من المجتمع المدني ليس كلها بنفس الشفافية التي تأتينا حيث أنه يوزع علينا ما يريد ويغفي علينا ما يريد حتى المقابلات التي تكون داخل أروقة الهيئة ليس كلها بمنتهى الشفافية حيث في بعض من المجتمع المدنيات يريد أن يقابل ويرفض وبعض منهم تفتح له الطريق وكأننا مواجهين أن نكتب دستور تحت اتجاه واحد وتحت خط واحد وتحت رأي واحد وتحت تفكير واحد هو الذي يلزم أن يخرج الدستور بهذا وكأن الوضع داخل الهيئة كأنه ليس أعضاء منتخبين عن مناطق ولكنهم ضروري أن يرضخوا إلى رأي واحد والرأي هذا ما يريده رئاسة الهيئة وما يريده بعض الأعضاء الذين تحت هذه الرئاسة أذهب إليكم هذه النقطة دكتور أستاذ صلاح حول الرأي الذي تحدث عنه أستاذ اعتماد والذي يسيطر على الهيئة ما هو هذا الرأي؟ هل فعلا هناك خلاف يتعلق حتى بموضوع العاصمة بموضوع التقسيم الفيدرالي؟ هل هذا هو الرأي الذي تقصده أستاذ اعتماد في الحديث عن أن هناك عرقلة لعمل الهيئة؟ في الحقيقة بالنسبة للقصة العاصمة هذه طبعا موضوع داخل لجنة العمل وأعتقد أنه ممكن ثلاث أعضاء قالوا يجب أن تكون العاصمة بنغازي أو عضو قال يجب أن تكون سبها داخل لجنة العمل ولكن في الحقيقة رأيت أنا العديد من القنوات أخذت هذا الموضوع العاصمة 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 كل مرة نسمع القصة العاصمة هذا الموضوع لم يطرح داخل الهيئة بثاتا ولم نعشك أعضاء هيئة أساسية ولكن صيد الرئيس أو مكتب الرئاسة اعتبره شماعة لكي يعلق عليها الفشل الذريع داخل هذه الهيئة وأن العاصمة هي التي أخرت والقصة العاصمة هي التي عرقلت كل المواضيع ولكن هذا غير صحيح والقصة العاصمة داخل تبقى داخل لجنة العمل ومسودة لجنة العمل لم تطرح على أعضاء الهيئة بتاتا لم تطرح ولم نناقشها نهائيا هل بخصوص هذه المسودة العمل لماذا لم تطرحها على الأعضاء؟ وهذا من المفترض شيء طبيعا تعرض على أعضاء للتصويت أو التعديل سيد الفاضل ضروري من أكون شفافة في النقطة هذه قمنا نحن بانتخاب الهيئة التأسسية على أساس مناطقي وكانوا أعضاء كثيرين جلا رافضين أن يكون على أساس مناطقي ولكن التصويت نجح على أساس مناطقي فما علينا إلا أن نذهب إلى التصويت فانتخبت هذه إلى أربعة 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 ذهبنا إلى غدامس وكانت أعضاء لجنة العمل أكملت 211 مادة ولم تبقى إلا مادة العاصمة حيث امتنعوا دهاب وليس تغيبوا امتنعوا إلى غدامس عضوين من أعضاء لجنة العمل من المنطقة الشرقية أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى أن المنطقة الشرقية بالكامل تجعلنا شهرا كامل داخل غدامس ولم نستطيع أن نأخذ قرار واحد وتعطل جميع اجتماعاتنا داخل غدامس وكأننا إذا لم تحضر المنطقة الشرقية العضوين علما بأننا في نصاب داخل لجنة العمل وقالوا أن هذه المسودة لا تمثلنا هذا ما حدث في غدامس ثم قالوا إن كان تريدون أن تمثلنا هذه المسودة فنصوا في الدستور على العاصمة بنغازي وطرابلس وإذا لم يوقع العضوين المتغيبين من منطقة الشرقية فنحن لا نناقش فيها الآن سيد الفاضل يكيل بمكيالين الآن تغيب علما بأن تغيب من المنطقة الجنوبية عضوا بقوا أسبوعا كامل ينتظرون حتى انتخاب العضو الذي بعده يلتحق به الآن انتغيب من المنطقة الغربية عضوان وأكملوا مراجعة جميع بواب الدستور وانتهوا والآن أجد بعد المؤتمر الصحفي يضع الناطق الرسمي أو رئاسة المكتب رئاسة الهيئة على الموقع الرسمي للهيئة التأسيسية بأن لجنة العمل أكملت المواد الدستورية وكأنه تحدي أو كأنه أنتم لا تعنون نحن لا نعنو شيء ولكن دوار الانتخابية والناس الذين انتخابون والناس الذين وراءنا نحن هم الذين يعنوا كل شيء وأنت كأنك تريد أن تهمش مناطق بالكامل لدينا عضوان علقوا معنا من المنطقة الجنوبية وهم أظن لديهم دوار انتخابية ولديهم أناس ضروري أن يأخذوا رأيهم ولديهم تقريبا المنطقة الغربية جلها أكثرها علقت ولم يرى إليها ثم الآن يظهر إلي أحد الأعضاء على قناة 24 ويقول يوم الأحد سيكون وكأنه تحدي أيضا آخر يوم الأحد سيكون اجتماع رسمي لأعضاء الهيئة وسيكون النقل مباشر وسنعتمد المواد الدستورية سيدي الفاضل النقل المباشر أخذت الهيئة قرار على النقل المباشر من شهر خمسة الماضي وذهبت معنا قنوات إلى غدامس لنقل مباشر بعض الجلسات ومنعت من أن تنقل ومنعت قنوات أيضا أن تنقل داخل المدينة البيضاء لماذا في هذا التوقيت بالذات وكأن رئاسة الهيئة تتعمد تهميش منطقة أم أنها تريد أن تكتبوا دستورة للمنطقة الشرقية فهنيئا لهم بدستورهم نعم أدب إليك أستاذ صلاح ألا يوجد في مثل هذه المؤسسات التي يعول عليها الشعب في العادة يوجد لوايا حداخلية تنظم العمل تحدد نظام الغياب تحدد العقوبات تحدد كذلك الخصومات لماذا يتم تعليق العمل في اللجنة المخصصة في سياق الدستور من أجل غياب عضو أو اتنان في الحقيقة بالنسبة للغياب طبعا أكترية لأعضاء طبعا بسبب الظروف تغيبوا وأيضا بسطة الغياب اللي في موضوع دوري نوضحها أنا متأكد بأن الصفحة الرئيسية الهيئة أو الجيش الإلكتروني للمكتب الرئاسة سوف يكتب بأن مجموعة من هؤلاء الأعضاء تغيبوا ولم يحضروا أنا في الحقيقة تغيبت شهرين بسبب الحرب الدائرة في وادي الشاطي وكل ما تكلمت داخل الهيئة أنت غبت شهرين أنت لا تعلم شيء داخل الهيئة كيف تتكلم طبعا عندما تغيبت تغيبت بسبب قوة قاهرة بسبب حرب في منطقتي في وادي الشاطي ولكن ما أريد أن أقوله ما أريد أن أوضحه طبعا بالنسبة لما قالته الدكتورة اعتماد لن يجتمع أعضاء الهيئة لا أدري الموعد الذي يحدثه لن يكون هناك اجتماع لأن يعلم وضع الهيئة والظروف التي هي فيها لديه مجموعة من الأعضاء مصيدر على عقولهم ممكن أن يأتوا للهيئة ولكن لن يتم التصويت نحن صوتنا والمرة الوحيدة التي صوتنا فيها صوتنا على باب الهيئات الدستورية المستقلة ولم ينجح التصويت وللأسف نتيجة لخلق الخلافات بين الأعضاء لأن الرئاسة تقلق الخلافات بين الأعضاء ما يحدث أنا قلتها باكر سابقا في المؤتمر الصحفي كارثي الوضع كارثي بانتياز داخل هذه الهيئة دستور ليبيا الآن مدن داخل ليبيا ضاعت سيطرة عليها متعددة جنسيات سرت بنغازي أيضا قرى هراوة بن جواد والهيئة لم يخرج الدستور للأسف أنا أيضا ألوم نفسي لا 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 أبرر نفسي وكل أعظام مقصرين للأسف أن الوطن يضيع الأجانب دخلوا إلى ليبيا ونحن نستهتر ولكن ما أريد أن نوضحه نحن 56 عضو أطناش العضو أو 14 العضو لن يفعلوا شيئا داخل هذه الهيئة لأن إذا أردنا أن نحجب الثقة عن الرئاسة التصويت حاولنا أن نسحب منه الصلاحيات الإدارية والمالية لكي يتفرغ للجلسات وقعنا 37 عضو وللأسف ثاني يوم أو في نفس اليوم هناك طبعا بعد أن نتكلم هو أحضر تقريب ديوان المحاسبة ورأينا مجموعة من الأعظام بعد أن طبعا التقى بهم أو يسحبون توقيعاتهم قراره هو الذي يمشي يعني يعمل به داخل الهيئة وللأسف هذا هو البضع يعني داخل الهيئة نعم أذهب أذهب لزميل لكم هو الدكتور ضوء منصور إذن أهلا بك دكتور مرحبا سيد لو سألتك عن سبب تعليق عضويتك في هيئة سياغة الدستور ماذا تجيب؟ أنا لا سأجيبه باختصار عن سبب التعليق العضوية في هذه الهيئة هو ما رده إلى أن استشعرنا بخطورة الموقف الذي تسهل عليه في هيئة سياغة مشاهدة الدستور ولقد ظهر هذا الموقف عندما استجابة الأمم المتحدة والمنظومات الدولية بالتعليق ما تعتبره رئاسة الهيئة مشودة للدستور وحقيقة الحال أنها ليست مشودة للدستور حيث أن هذه المسودة التي علقت عليها الأمم المتحدة والمنظومات الدولية لم يناقشها عضاء الهيئة وأضحة تأسور من صور التزييف في الوعي بين الليبيين وكأنها هي تأسسية أصدرت مشودة وأحلت الرئاسة إلى المنظومات الدولية باعتبارها المسودة الأولى وأخشى ما نخشى هو أن يكون مصير هذه المسودة التي تعدها لجنة العام الآن هي نفس في نفس الطريقة التي أعدت بها المسودة الأولى حيث سيتم تمريرها وإعتبارها مشودة دون أن يناقشها عضاء الهيئة ودون أن تعرض هذه المسودة على الرأي العام حتى يقولوا فيها كلمتهم نعم إذا سألت كذلك زملائك هنا معي أستاذ صلاح بخزام وكذلك الدكتور اعتماد لمسلاتي أكدوا على دور رئيس الهيئة في عرق التعامل الهيئة ما تعليقك حول هذا الموضوع دور رئيس الهيئة الدكتور علي الترهون هو مربط الفرص في هذه الهيئة أن رئيس الهيئة هو الذي يخلق من الاقتراضات البسيطة إلى اختلفات ويحول الاختلافات إلى خلافات واستطاع بخدرة قادرة أن يشكل كنتونات داخل الهيئة تأثير في صراح مشروع الدستور حتى يتم ضرب هذه المجموعة بعض ببعض ويتم استغلالها جميعا في وقت واحد وبالتالي نحن تيقننا واستيقظنا على هذه المسألة واعتبرنا لأن السبب هو رئيس الهيئة تأثير لاستيقظ مشروع الدستور نعم شكرا لك شكرا لك دكتور ضو منصول لتواجدك معي عود لدكتور اعتماد المسألة الآن التعليق قد تم من قبلكم ومع مجموعة من العضاء ما هو القادم بالنسبة إليكم هناك عمل أعتقد على الجانب القانوني نعم سيدي الفاضل طبعا نحن في البيان بأن مخرجات لجنة العمل لا تمتلنا ولا تمتل حتى دوائرنا فطبعا هناك ستكون لجنة تنسيق للوصول إلى هل وصول إلى حل نحن لا نريد عدم وصول إلى دستور بالعكس نحن نصب إلى دستور يأمن استقرار البلاد يحقن دماء الليبيين إلى دستور يحقق العدالة ويحقق المواطنة داخل ليبيا وإلى وضع سيادة للدولة الليبية فطبعا هناك لجنة التنسيق ستكون بالتنسيق مع جميع المعنيين لعل نصل إلى التوافق فإن كان لا نصل لتوافق نتيجة للأمانة التي حمنا إليها من الشعب الليبي وأنتم تعلمون أن الشعب الليبي يعني الآن يمسك في قشة فخوفا من أن تخرج مسودة معيبة اطرنا نحن إلى المقاطعة حتى نحن نضمن حقوق الليبيين وأن لا تمرر مواد دستورية معيبة ثم تكون كارثة على ليبيا مستقبلا هناك تحركات أخرى وإن شاء الله لن نقف عند هذا التحرك إما أن تحقق أهداف هذه الهيئة هدافها إما يأتي الله بقوما خيرا مننا يكتبون لليبيا دستورها أوليك أستاذ صلاح في البيان الذي سرده بعض العضاء اليوم صباح لو كنت متواجد فيه تحدثوا عن رفع قضية فيما يتعلق برئيس الهيئة لأنه يحمل الجنسية الأمريكية لو تعطينا معلومات حول هذا الموضوع طبعا الموضوع هذا الأفضل يعني أن يكون الأستاذ ضوء المنصوري باتباره هو الذي رفع هذه الدعوة وهو الذي عرف تفاصيلها جيدا يعني يعني يكون شور نعم ولكن هل هذا الرأي الآن هو منتشر بينكم أنتم أعضاء المقاطعين في رفع قضية ودعمها من أجل نعم بالنسبة لنا الذي العلم منذ فترة طويلة لأن عرفنا بأن رئاسة هي السبب الأول والرئيس طبعا في صيد الأعضاء طبعا بمن تأخير الدستور بالأعضاء رئاسة الهيئة تصيدر على الأعضاء فلدي علم منذ فترة طويلة والحقيقة الأستاذ ضوء المنصوري هو الذي رفع هذه الدعوة ولو كان معنا على الخط هو متحدث في الموضوع سيد ضوء غير موجود معنا أعود إليك دكتور اعتماد الآن لو نشخص سبب عرق لتعامل الهيئة حتى هذه اللحظة هل يقتصر فقط في رئاسة الهيئة أم هناك تسلط أو سيطرة لفكر ايدولوجي معين في داخل الهيئة سيد الفاضل طبعا نحن عندما انتخبونا الشعب الليبي طلبوا مننا أن نأتي بدستور للبلاد وليس دستور لفئة وعائلة وقبيلة وجدنا طبعا مسار الهيئة في البداية أن بدأنا في لجنة العمل من بداية لجنة العمل حيث وزعت الليجان أي لجنة أنت تريدها تدخلها فوجدنا أن أكثر أعضاء المنطقة الشرقية توجهوا إلى نظام الحكم ونحن كنا نتوقع أن الأمر يعني مجرد أنهم يولدون أن ياتوا لنا بنظام معين فما رأينا أنه نظام هاجين يعني الكل من الخبراء التي طلعت عليه الكل قالت بأنه هذا سيرعرق المسيرة الدولة وهم مصرين على هذا النظام هل هو إصرار على عرقلة الدولة أم هو غير ذلك هذه النيات يعلم الله ثم أخذت الهيئة منحة المناطق حيث هذه المخرجات جمعت وقسمت إلى ثلاثة لجان مناطقية ثم رفضنا بعض الأعضاء رفضوا صراحة أن يدخلوا في لجان مناطقية وكنا نتوقع بحسن الظن أن ربما أن أقرب أنت في نفس المنطقة تعرف احتياجات المنطقة ثم في اللجنة العمل أيضا دخلت إلى المنحة هذا المناطق ونحن ما زلنا في داخل هذه المناطقية فما وجدنا إلا نحن ليس المشكلة لنا في أفراد ولكن المشكلة سيدي الفاضل في عقول العقول التي تتعامل مع ليبيا وكأنها قطعة قماش الكل يريد منها قطعة ويدخل الكل كأنها يريدها لنفسه وكأن يصغر القبيلة هي الدولة القبيلة هي الحكم القبيلة هي التروى سيد الفاضل لم نجد أن يريد أن يبنوا دولة واحدة بين ليبيين نحن دماء ليبيا سيد الفاضل عندما خرج أهل الشرق ينادون خرجت وراءهم أهل الغرب ودماء الغرب اختلطت بدماء الشرق وبدماء الجنوب سيد الفاضل فتريدني أن أبيعها قالوا كلمتهم توارنا في ذلك فلن نحيد عنها نعم أود لك أستاذ صلاح يبدو أن نظام الحكم فيما يتعلق بهيئة سياق الدستور هو أكثر البنود حديثا و جدلا في داخل الهيئة إلى أين وصلت الهيئة سياق الدستور في هذا المجال في هذا الباب طبعا الموضوع هذا تختص به لجنة العمل وأنا لست أحد أعضائها طبعا اليوم أعتقد بحسب ما قالته الدكتور اعتماد أن المسودة نزلت على الصفحة ولم نرها بعد ولكن أريد أن أعقب على كلمة الدكتور اعتماد التي احترمها كثيرا بالنسبة لأعضاء المنطقة الشرقية في موضوع نظام الحكم أنا لا أعلمهم لأن حالهم من حالي طبعا أنا من الجنوب ونعرف مدى التهميش الذي تعرضنا له بسبب المركزية المقيتة كلنا ضد المركزية المقيتة ولكن لسنا مع التقسيم أنا عن نفسي لست مع ذكر إقليم فزان أو إقليم برق أو إقليم طرابلس أنا ضد المسميات هذه برغم أننا خرجنا وانتخبنا عن هذه الأقاليب ولكن أنا مع تفتيت المركزية لا ألوم أعضاء الشرق نطاربوا بتفتيت المركزية حتى نطاربوا بالفيدرالية يجب أن نقنحهم يجب أن نجلس معهم لأنني أعرف مدى التهميش التي تعرضت لهم منطقة الشرقية والغربية وأيضا منطقة الشرقية والجنوبية وأيضا الغربية ولكن نعرف نحن لدي تسبب النظام السابق في المركزية وتركيز الوزارات والمصالح الحكومية في منطقة واحدة يعني عندما تريد أن ممكن ورقة تسافر ألف كيلو متر ألف خمسمائة كيلو متر مشكلة كبيرة فهذا هو السبب يعني نعم إذن دكتور اعتماد هل فعلا الفكر الفدرالي كما يتحدث البعض هو من يسيطر على قرار رئاسة الهيئة في الداخل سيدي الفاضل هو ليست الآن مشكلة في قرار رئاسة الهيئة هو الذي يسيطر على الفكر الفدرالي مسودة لجنة العمل مسودة لجنة العمل كما قال زميلي بالفعل نحن الآن فتت المركزية فيها بالكامل نحن مع تنمية ليبيا بالكامل نحن مع التنمية المكانية نحن مع حقوقنا كليبيين بالكامل نحن لا يهون يعني مش هيا علينا الليبي سواء في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب أو في أقصى مكان في ليبيا فهو ليبي ولكن المشكلة ليس في ذلك المشكلة أن أطلب أكثر مما هو موضوع هل لكي أفتت المركزية ضروري أن أفتت أو أهمش لأعطيك حق تهمش لي فئة أخرى الآن تكلمت سيدي الفاضل على نظام الحكم نظام الحكم سيدي الفاضل يطلبه مني نظام الحكم أن المنتخب في المنطقة الغربية المنتخب في المنطقة يعادل تسعة 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 من من المجتمع الليبي تسعة أفراد فيما أن في المنطقة الجنوبية أو الشرقية يعادل فرد فمن يأتي بحقوق الثمانية أفراد من المنطقة إن كان أنت تريد أن أساويها بطريقة أقاليم نحن لن نكرر خطأ المجلس الانتقالي في وضع القانون انتقاب الهيئة التأسيسية على الطريقة 2020 وعدم الرؤية إلى النسبة العددية النسبة العددية هي لمن تأتي بحق وحقق وحق في الجنوب إن كان أنا نسبة واحد إلى واحد في الجنوب ستكون نسبة واحد إلى واحد في الغرب واحد إلى واحد في الشرق فبذلك وصلت التنمية ووصلت كل الخدمات إلى الليبيين سيدي الفاضل لن يكون الذي يسيطر علي التروة هذه التروة لي إذا لا تأخذها مني هذه التروة هي الدولة تتكون من سلطة وشعب وأرض وهذه ما تحت الأرض ملك للدولة بالكامل أما أنك تطالب مني أن تأخذ حقك كأنك فيها أنا لم أقل أني ضد التنمية المكانية أو التنمية البشرية أو أي شيء يطلبه مني أنا ضد التهميش في أي مكان كان في ليبيا ولكن أن تطلبه بعذل وليس أن تأخذه وتهمش منطقة أخرى لكي أنت يصلك حقك يصلك حقك كما يصلي حقي نعم أستاذ صلاح أعود إليك في كلمة أخيرة في هذا الجزء من حلقاتنا اليوم ما هو القادم بالنسبة إليكم وأنتم كأعضاء مقاطعين هل هناك خطة عمل هل هناك محاولة للعودة للهيئة الآن ومحاولة تلقي ضمانات من أجل تصحيح ما صار للهيئة طبعا أنا بالنسبة لي أنا منذ فترة قد أعطيتها منذ جلسات خدامس لم أحضر أي جلسة ذهبت لمدينة البيضة عندما اتفقنا على الخروج في بيان ولم لم نخرج كان بيان مكتوب أصريت كنت مصر على أن نخرج في بيان مصور ولكن الأعضاء بما يقولون لي تريت شيئا فشيئا فهذا هذا ما حدد طبعا ما أريد قوله طبعا أنصح وكثبت ذلك في صفحتي الشخصية على فيسبوك الدواير الانتخابية أنت انتخبت عضو الدواير الانتخابية هي من أخرجت هذه الأعضاء سكان القرى سكان المدن أنت عندك عضو خلينا نتكلم بالعامية عضو طلعت من منضقتك ما تقدرش توجهها والله تبع شين يدير داخل هذه الهيئة يعني يقعد تحت الترهوني والله ما أرى فيه الترهوني والله غيرها فهذا ما أوجهه للسادة في الدواير الانتخابية إلى الشعب الليبي شوفوا أعضاءكم نبهوهم قلوا تكلموهم شوفوا شو اللي صاير ليبيا الآن ضايع مدن صيدر عليها متعددة الجنسيات مدن يقاتل فيها متعددة الجنسيات للأسف والله العظيم يعني في الأيام القليلة الماضية دخلت على موقع تنظيم الدولة ولاية برقا ولاية طرابلس طبعا من سرط وحتى المنطقة العربية ولاية طرابلس موقع على على موقع الأرشيف للأسف أجانب من دول عربية ومن غيرها من فيتنا من شبابين تفجيرات داخل بنغازي تفجيرات داخل سرط ذبح غيره كارثة كارثة حتى حتى من يقول بأن بنغازي ليس فيها تنظيم الدول لا بفضل يدخل صفحتي ويشوف الفيديوات نعم أنا متأكد ومصر ومتأكد أن الآن الفترة الماضية ممكن تور ولكن الآن يأمن ضمه لهذا التنظيم نعم خلينا نقول كلمة أخيرة بس يتفضل الذي يمشكك في الشيء هذا أن من يقاتل في بنغازي هل هو تنظيم الدولة أم ليس تنظيم الدولة يتفضل يدخل صفحتي الشخصية على فيسبوك صلاحة بوخزان ويشوف الفيديوهات أيضا أستاذ صلاح أستاذ صلاح اسمح لي الوقت كلمة أخيرة بقنا يجب يجب على الشعب الليبي هو من يتحرك وينبه الأعضاء كل دائرة انتخابية يجب أن ترى ماذا يفعل عروه هذا خلج جميل أستاذ صلاح أعود إليك أستاذ اعتماد في كلمة أخيرة أيضا هل نتوقع شيء من هيئة سياقض الدستور الآن الشعب الليبي هل يتوقع شيء في المدى القريب بخروج ولو مسود الدستور أواليه سيدي الفاضل إن خرجت الآن بالطريقة هذه فتعتبر مسودة ميتة قبل أن تولد أقول لك سألت سؤال هل تتوقع ردة فعل من الهيئة لقد كاتبنا الهيئة وآتوا إلينا المنطقة الغربية وطلبنا متطلبات بمنع الجهوية أن تكون مواطنة في الدستور ومنع الجهوية والقبلية ثم أتى بالإيجاب وعندما ذهبوا الأعضاء ما وجدوا إلا عبارة عن حبر على ورق هذه الإيجاب نعم شكرا لك دكتور اعتماد المسلاتي وأيضا أستاذ صلاح بوخزام وأيضا أن الاستاذ دو منصور كان معي عبر الهاتف وما عضافي هي صياغة الدستور إلا أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لنواصل تغطيتنا نبقى معنا اشتركوا في القناة